يا ابناء طلبة وطلبات الصف الاول صناعات كهربية اهلا وسهلا بكم النهاردة في الحلقة جديدة معدنا ببيتنا بدرسة سعيد جدا ان انا معكم النهاردة وموسوط جدا على فكرة وهشون كتير من الفترة اللي فاتت النهاردة بقى هنستعرض مع بعض اولى حلقات المراجعة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مراجعة مادة اساسيات النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جزء مهم لان في كتير منكو كلمونا على الجروب بتاع القناة وقالونا لازم تراجعوا معنا مادة اجهزة القياس وانا ببقى نعليه النهاردة ان شاء الله هنشتغل مادة اجهزة القياس طيب المادة ديت اولا تعتبر برضو من المواد المهمة جدا في تخصص صناعات كهربية الاساسيات عرفنا فيها اساسيات الكهرباء الى القوانين والتعريف والنظريات اللي بنيت عليها الكهرباء من اول ما ربنا خلقها لغاية دلوقتي اجهزة القياس ديت مفيش مكان في شبكة في محطة في مصنع في شركة اللي فيه لوحة كاملة كده فيها اجهزة القياس اجهزة القياس اللي عندنا دهيت النهاردة لازم واحنا شغالين في المادة نبقى عارفين ايه الهدف منها الهدف منها على بعض نظريات عمل وانواع الاجهزة اللي هتقابلني في سوء العمل لما اتخرج ان شاء الله او كنت هكمل برضو في الجامعة ان شاء الله برضو مراكلة هندسة بازن الله هلاقي برضو الاجهزة دي موجودة معنا انزل اي شركة انزل اي مصنع انزل اي مؤسسة كبيرة بتلاقي فيها مجموعة من اجهزة القياس مش معقولة بطالب تخصص كهرباء او طالب تخصص الكترونيات او طالب تخصص اه حاسبات وخش مكان مسلا الاقي اجهزة ويسألني فيها المدير الشركة او مدير المصنع او في الانترفيو بتاعي مسلا قولي الاجهزة دي ايه اقول له معرفش لا لازم ندرس اجهزة في سنة اولى وبندرسها برضو في سنة تانية لما لها اهمية كبيرة جدا في شغلنا في التخصص بتاعنا اللي هو الصناعات الكهربية طيب ايه اجهزة القياس ديت اجهزة القياس ده هي تيامدة بتعرف من خلالها على بعض الاجهزة الاجهزة اللي موجودة في السوق او موجودة في الشركات او موجودة مع الكميات الكهربية والاجهزة دي كلنا شفناها بعينينا ومعظمنا عدى عليها كده وممكن ما يكونش خد باله كده في الاكداء والاعدادي ولما راح كده السنة والصناعي كده ودخل القسم الكهرباء او الحاسبات او قسم الالكترونات لقى كده في مجموعة اجهزة قدام وما كانش يعرف الاجهزة اصلا دي تستخدم في ايه هو يعرف ان الفولتاميتر ده جاهز بيقس الجهد والاميتر ده جاهز بيقس الطيار والمقاومة لها جاهز اسم الامو ميتر طب الاجهزة دية العداد اللي بيتنا ده هو سواء كان بيكارت او العداد بتاع زمان اللي هو فيه تيرس ده هو طب ما دي اجهزة القياس ايه بقى استخدامات اجهزة القياس انا عايزة ايس الكمية مثلا او عاير كمية بكمية تانية بمعنى ايه انت لما بتروح تشتري حتى من السوق خضارة ولا فاكهة ولا اي حاجة بيوزلك الوزن ده اعتبر قياس بيحط حاجة كده معينة اللي كان بقى زمان كده الموازين كده لما نختراحها كده من اول زمان خالص كان بيحط حتة حديدة كده مثلا مكتوب عليها واحد كيلو جرام يحط الناحة التانية مثلا بقى الخضار اللي انت وزنته او الفاكهة اللي انت وزنته فكان بيعاير كمية بكمية تانية الكمية دي واحد كيلو اساسي والطماطم او الخضارة اللي يحطولك بيفضل يحط 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 لغاية لما الكافتين ايه يسووا بعض او واحدة توزن على التانية يبقى كده عارفنا ان ده معيار كمية بكمية تانية يبقى الجهزة تستخدم في قياس الكميات حاجة تانية بيعاير بيها مجموعة قياسات بالقياسات الحقيقية عايز اعرف مثلا استلاك الكهربة اللي عندي في الشقة قديه اليوم بتاعي مثلا بستالك كم كيلو لو الغسالة اشتغلت مع التلاجة يستالك قديه الحاجات دي كلها ميلي بيستنى برافو عليكو العداد الكهرابي لو انا مثلا عندي سلك كهربة كده قدامي وعايز اعرف الطيار اللي ماشي فيه مش معقول همسكوا بيدي كده وقول ده فيه كهربة وقديه لا لازم اجيب جهاز اميتر اوصله بالطيار اوصله بالخط بتاعي هيقدر يقول لي ان القراءة اللي عندي قديه عشان لما اجي اشتغل اعرف ايه المقنن احنا ما بنشتري ايه جهاز كهرابي بيقى مكتوب عليه كده لحب بيانات بقول لي مثلا الكهربة اللي ماشي جوه الجهاز ده هيت مثلا 220 ل110 الامبير بتاعه مثلا اربعة امبير او خمسة امبير المعلومات ديت مين اللي الهاله جهاز معين اللي هو الاميتر او الفلطاميتر عاير الكمية اللي الجهاز ده بيشغل عليها فبالتالي ليه اهمية كبيرة في سوق العمل بتاعي او في التخصص اللي انا شغال عليه باذن الله تخصص صناعات كهربية طيب لما نيجي بقى الراجع على المادة ديت المادة ديت فيها بابين في الترمي الاولاني الباب الاولاني كله بيتكلم عن الكميات القياسية وعندنا فيه بعض الكميات القياسية دي بندرس اربع انواع من الاجهزة اللي هتقابلنا في حياتنا على مدار العمر كله الاربع دول موجودين من اول مخترعوا الاجهزة حتى الحديثة اللي هي الديجتال الحاجة بقى اللي هي الرقمية اللي هي الحديثة اللي بنشوفها دلوقتي في في الشهاء. وانا بحب بربط دايما مادة الاجهزة دية بالميزان. الميزان في الاول خالص كان عبارة عن كفتين كده وفي حتة حديدة مكتوب عليها اتنين كيلو او تلاتة كيلو. والكمية التانية بنحطها بقى الخضار والطماطم والحاجات اللي انتم عارفينها دي. طيب. اتطورت الدنيا شوية. الجهاز بقى بمؤشر. بقى كده في مؤشر كده في النص كده تحط الكمية هنا برضو. ويقول لي ليه الكمية بتاعتي المؤشر الارهالي. اتطورنا او 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 دلوقتي بقى بقى الميزان اللي هو الايه الكتروني. اللي هو موجود عند الراجل البقال كده او موجود عند الراجل بتاع الفاكهة او الخضار. محطوك كده عنده. يحط لك القيمة وقول لك مسلا انا ايه انت خدت ثلاتة كيلو الكيلو باربعة جنيه حتى يطلع له ايه قال حزبة كده يقول له انت خدت كم جرام بكم بكم جنيه. ده بالزبط كده تطور الاجهزة الكهربية عندنا برضو. نرجع بقى لتخصصنا احنا. الاجهزة الاول كانت شغالة بمؤشر. الدنيا اتطورت شوية بقت شغالة تسجيل. وفي بعض الاجهزة ما زال دلوقتي بتسجل القراءات وهنتعرض عليها كمان شوية. في اجهزة تانية بقى اللي هي الديجيطال بقى الحديثة اللي هي ارقام زي الساعة الارقام كده بتطلع لك على شاشة الموبايل بتاعك كده. القراءة دي مباشرة من غير بقى المؤشر ما يروح ولا ييجي. بس احنا لازم ندرس اساس الاجهزة في سنة اولى جات من ايه. يعني انت تقول لي يا استاذ ما هو السوق دلوقتي او الشركات او المصانع دلوقتي ما عادش فيها الاجهزة اللي حضاك بتقول له ان اللي احنا بندرسها في المدرسة اللي هي التباينية والتناظرية والحاجات دي. تم الاجهزة كلها بقى الديجيطال. بس انا لازم اعرف نظرية عمل الاجهزة دي بناء على القديم. لان لو عرفت القديم كويس هقد رعفها من الجديد ده بيشتغل ازاي. كل الفكرة ان هنا كان بيحول اشارة كهربية. بعد كده حولها ايه? الكهربية حولها لاشارة نبضة. فبقت عبارة عن موجات تظهر كده او ارقام بتظهر على الشاشة. طيب. يبقى النهاردة هنتكلم عن مراجعة اجهزة السنة اولى. صناعات كهربية. هندرس الباب الاول والتاني في اسئلة صح وغلط او اسئلة اكمل او اسئلة اختياري او للتعريفات. بحيث حضراتكم. تلموا معايا كده ياولاد بسرعة المادة. عشان ان شاء الله بعد ما نرجع باجهز نص السنة ان شاء الله بازن الله وامتحنى بازن الله. نجلقي الحاجات اللي احنا قلناها في المراجعة ديات معي. نجاهز بقى ورق قلم كده يلا. ونبقى زي الشطر كده. نخش على اول سؤال بيقول لي اكمل العبارات الاتية. جايب لي جدول بالشكل اللي انتو شايفينه دهوت معايا. بيقول لي ايه? اكمل الجدول التالي. الكمية المراد قياسها. قل لي اسم الجهاز ايه? واحدة القياس. اساسا عشان اشتغل صحف مادة اساسيات كهربية او مادة اجهزة كهربية. لازم اكون عارف تمام المعرفة ان كل المعايير اللي عندي او كل الاجهزة اللي عندي بتقيس حاجات معينة. زي ايه? الطيار مثلا لما اجا اشتغل عليه. الطيار الكهرابي ده اسم الجهاز ايه? برافو عليك. انا سمعك بتقول لي الامبروميتر. يبقى الجهاز اللي بيستخدم في قياس الطيار الكهرابي يسمى الامبروميتر. اتنين. وحدة القياس بتاعته لما اجا اشتغل عليه. لما اجا اقول لك وحدة القياس يقول لي الامبير. يبقى جهاز اللي بيستطيار الكهرابي اسمه الامبروميتر والجهاز اللي بيقرى القيمة او القراب تطلع بكلمة الامبير. طب فرق الجوت. فاكرين في الاساسيات لما كنا بنقول ان الفولتاميتر هو اللي بييست فرق الجوت. برافو عليكم. ووحدة القياس الفولت. طب ايه الفرق بين الاميتر والفولتاميتر? الاميتر جهاز يستخدم لقياس الطيار الكهرابي وبتوصل في الدايرة على التوالي. اما الفولتاميتر هو عبارة عن جهاز كهرابي بتوصل في الدايرة الكهربية على التوازي. طب ايه الفرق بينهم? ده بيقص كمية كهربية بتسمى شغل مبزول. اللي هو الفولتاميتر. التاني بيقص كمية الشحنات المواشية في موصل او اللي بتتحرك في موصل خلال ثانية واحد. طب تمام. يبقى انا كده عندي جهازين مهمين جدا. دول اساس شغلنا في صناعات كهربية. اللي هو الاميتر والفولتاميتر. لغاية لما نخلص التخصص ونشتغل في الشركات ان شاء الله او في محطات التوليد او في محطات التوزيع. الجهازين دول هتلاقيهم في كل حتة بتقابلها. موجودين عندنا في المعمل. موجودين عندنا في الورشة. موجودين حتى في العربية. اقول لك انبيرا العربية. يبقى الحاجات دي هتتعرض لها كتير او في حياتك العملية ان شاء الله. نخش على السؤال التالت او او الفقرة التالية. القدرة الكهربية اولاد. الجهاز اللي بيقسها اسمه الواط ميتر. جهاز كده عندنا بيقس القدرة الكهربية اسمه الواط ميتر. والوحدة بتاعتها الواط. دي بقى بنشوفها كتير قوي قوي لما بنيجي نشتغل مثلا نروح نشتري لمبة. يقول لك هاتلي لمبة لد. بتيجي لك الراجل ايه? في لمبة تسعة واط في لمبة تمانية واط. كلمة توضية القدرة المستهلكة اللي هتستهلكها اللمبة دهية في وقت معين. بمعنى ايه? يعني انا لو عايز احسب القدرة الموجودة عندي مسلا في القوضة اللي انا قاعد فيه. لو ضربت الجهد في الطيار. ركزوا بقى معي. لو ضربت الجهد في الطيار يديني القدرة الموجودة في اللمبة. يعني انا لو عندي مسلا في البيت خمس لمبات واللمبة دهية بتسحب عشر واط. لو ضربنا الخمسة في العشرة يديني خمسين واط. يبقى كل ساعة او كل وقت او كل او اللمة دي اول ما بتشتغل بتستهلك كم وقت خمسة وقت. ممكن بقى يقول لك احسب لي القدرة المستهلكة في تلاتين يوم او القدرة المستهلكة في عشر تيام او القدرة المستهلكة في سباح تيام. هتشوف الاول انت عندك جهد قديه وعندك طيار قديه هتضرب الجهد في الطيار برفع عليك كده زي الباشا يطلع لي حاجة اسمها القدرة. يبقى القدرة دي هتحصل ضرب جهدي في ايه? في طيار. هنكبر شوية هيقول لي جهد في طيار في معامل قدرة. ايه معامل القدرة ده هو بقى? معامل القدرة دوت عندنا تلات انواع. لو انا شغال على احمال مادية بيكون واحد صحية. لو انا شغال على احمال حسية زي المحركات اللي عندنا في البيت بقى مطور غسالة مطور مروحة المطور خلاط ده بيتسمى احمال استنتاجية او حسية وده دايما معامل القدرة بيكون متأخر واقلم الواحد الصحية. اما اذا كانت الاحمال عندي سعوية بقى زي الشبكات زي عندي مثلا احمال سعوية زي المكسفات زي التلفزيون زي الراديو زي اللاب زي دي احمال بيسموها احمال سعوية ومعامل القدرة فيها بيكون متقدم. تمام كده يبقى معامل القدرة كام من نوع تلات يحنا احنا السنة دي بيعرفني ان في حاجة عندنا اسم اها معامل قدرة. فمعامل القدرة ده هو لو ضربته في الجهد في الطيار. بيدين القدرة المستهلكة في اللمبة او القدرر المستهلكة في الجهاز المواطن. يبقى القدرة بتتأسي بالواط ووحدة القياس بتاعها الواط والجهاز اللي بيقصة الواطنية. تعالوا نشوف حاجة تانية. بيقول لي ايه بقى? كمية الطيار. ليه كمية الطيار ده هوت? انا عايز اعرف كمية الطيار اللي مشى في موصل. بقول عداد امبير ساعة. يبقى كمية الطيار تقاص بالعداد امبير ساعة او امبير ساعة لكل ساعة. طيب المقاومة الكهربية. يا احنا اطاعنا في شوت كبير او في الاساسيات فاكرين لما قلنا بتتوصل على التوالي وعى التوازي وعند مقاومة نوعية وعند مقاومة الموصلية المقاومة دي بيقصة جهاز اسم الأوموميتر ووحدة قياسة الأوم التردد حلو الكلام التردد ده بقى إيه هو التردد لما بنيجي برضو مبص على لمبة كده جيبناها من السوق أو تليفزيون اشتريناها أو أي حاجة بنجيبها أجهزة كهربائية في البيت عندنا تلاجة غسالة بلاقي كده على الكارتون أو على لحة البيانات بتاعتها يقول لي ايه والله الغسالة دي أو التلاجة دي بتشتغل على عمتين وعشرين عشرة أمبير خمسين اتش زد كلمة اتش زد دي تختصال لكلمة هيرتز أو اختصال لكلمة زبزب على الثانية التردد عندنا في جمهورية مصر العربية سابت بخمسين زبزب على الثانية عشان كده لما اتكلمنا في المحولات لو تفتكروا قلت لكم المحولات ما بتشتغلش على الطيار المستمر عشان ما فيهو الزبزبات ايه ب夷 الزبزبات ديت هي عدد الزبزبات في الثانية الواحدة يسمى تردد يبقى التردد هو ايه؟ هو عدد الزبزبات برضو يا مستر الحتة ديت مش فاهمينها قوي يعني عدد الزبزبات في الثانية اللمبة اللي انت بتشوفها قدامك دي سواء كان لمبة في الروسينتة أو لمبة ليدة أو اي لمبة ما موجودة عندنا في البيت اللمبة دي بتتطفي في الثانية الواحدة خمسين مرة يهو اللي بتبقى ايدا على طول ليه طب التردد مين اللي بيسه؟ عندنا حاجة اسمها من قياس التردد وإن شاء الله ما نطلع مع بعضنا كده بإذن الله سنة تانية هنشتغل على حاجة اسمها الرشة المهتزة ده جهاز بيس التردد طب وحدة القياس إيه؟ لسه إيلك دلوقتي يا أستاذ الهيرتز أو سايكل عسانية أو إتش زد عندنا حاجة اسمها السعة الفارض ميتر قال له ده الكلمة دي يا باش مهندسين قبلتنا لو تفتكروا كده آه تمام فاكرينها لما كنا بنتكلم على المكسفات لما قلنا أن المكسف وحدة قياسه الفارض أو المايكرو فارض أو البيكو فارض أو النانو فارض ودي اخدنا فاق شوط كبير أو في مادة أساسيات هنا في بيتنا مدرسة طيب الجهاز بقى اللي بيقرأ ديها اسمه الفارض ميتر طيب وحدة قياس السعة إيه؟ برافو عليكم اللي احنا خدناها من شوية الفارض اللي هو الراجل الكبير بتاعهم أو كبير العيلة لكن فيه أصغر منه البيكو فارض والنانو فارض والمايكرو فارض انتوا كده زي الفل معايا وزي الفل طيب الطاقة الكهربية العداد الكهرابي يبقى الطاقة الكهربية مين اللي بيقسها؟ العداد الكهرابي طيب وحدة القياس إيه؟ كيلو واط في الساعة خش بقى الحتة دي ونقعد فيها مع بعض كده لحظات أو دقيق بسيطة إيه العداد؟ العداد ده كلنا بالأخص كده بنات صبيان شفناه لما ديجي كده نخش البيت على طول بنلاقيه فشنا كده العداد أي بيت جديد عشان تشتغل عليه كهرباء لازم تروح تقدم على العداد والعداد يركب معاك العداد كان الأول لو تفتكروا كده كان بترس كان قرس كده يفضل يلف كده كل مثلا ألف لفة يقول له واحد كيلو أو كل متين لفة يقول له واحد كيلو حسب شركة التصميم بتاع العداد طيب أنا دلوقتي عايز أحسب القدرة الموجودة في الشقة لكننا كنا بنقول القدرة بتحسب إزاي؟ بضرب الجود في إيه؟ في الطيار طيب لو جيه قال لي بقى احسب القدرة المستهلكة أو الطاقة الكهربية المستهلكة بتحسبها ازاي؟ بتضرب الجود في الطيار في الزمن يبقى الفرق بين الطاقة والقدرة كلمة الزمن يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني أنا جيت قلت لك لمبة مثلا اللمبة داي بتشتغل على متين وعشرين وبتستهلك ستة أمبير لو ضربنا المتين وعشرين في ستة أمبير يديني القدرة لو خدت القدرة ضربتها في الزمن اللي هتشتغل فيه اللمبة يديني ايه؟ الطاقة الكهربية برافو عليه. يعني الطاقة بتساوي يا مستر بتساوي القدرة في الزمن او الجهد في الطيار في الزمن. ومكن تجي لي مسألة. لا مش هتجي لك مسألة بالطريقة دي. بس تبقى عارف المعلومات دي لنفسك. ان الطاقة القهربية بتساوي القدرة في الزمن. يعني ايه القدرة في الزمن? يعني القدرة اللي لسه واخدينها من شوية. اللي هو الجهاز اللي كان بيسه اسمه الواط ميتر. والوحدة اسمها الواط. كان حصل ضرب جهد في طيار. يبقى انا لو خدت الجهد اللي ماشي في اللمبة ضربته في الطيار اللي ماشي في اللمبة في الزمن اللي هتشتغلوا اللمبة يديني الطاقة المستهلك يعني انا لو عايز احسب الفاتورة بتاع البيت احسب اه كده عايزك بقى تبقى شطور كده وانت شطورة وتقول الماما كده انا ممكن احسب الفاتورة بتاع الكهرباء طب احسبها ازاي شوف عندك كم حمل بيستغلك الطاقة قديه وبيستغلك جهدي قديه وبيستغل كم ساعة لو ضربت الجهد في الطيار الكهرباء بتعلم حاجات كتير جدا ممكن تنفعني في البيت بتاعي وممكن تنفعني في المجتمع اللي انا عايش فيه. طيب نشوف سؤال تاني. بيقول لي بقى عندنا الحاجة عندنا اسمها ايه? كيف يمكن قراءة الرموز الموضحة امامك على وجهة الجهات? بيديني جهاز زي ده هو مسمط كده معرفش عنه حاجة. ويقول لي ايه بقى الرموز اللي قدامك دي بتعني ايه? ركزه معايا في الشكل اللي قدامنا ده. الجهاز ده كده واحد يقول لي يا استيس ده منقلة? ده مستر ده انت جالي لنا منقلة? لا هي مش منقلة. الجهاز ده لما بنخش اي مؤسسة شركة اي محط التوليد اي محط التوزيع حتى موجود في المدرسة عندنا الجهاز ده. اول ما شوف كلمة ايه ده هي? يبقى ده عبرافو عليك. سامعك وانت بتقول لي ده اميتر. ايوة كده مش منقلة. يبقى ده ايه اميتر. طيب لو حطيلي كلمة في يبقى عبرافو عليك. طب لو حطيلي كلمة يبقى ديت وات ميتر. تمام كده? حطيلي كلمة اف نهوت. يبقى ده جهاز طياز تردد. يبقى الرموز ده هيت انا ممكن كده. طبعا دي اسمها لغة. اللغة دي لو انا راح شركة مسلا وعملت او الراجل عايز يعمل لي انترفيوه مسلا وبيعايز يسألني في الاجهزة. مش هيقول لي يقول لي الجهاز ده ايه هو وترسموه. لا ده هو ممكن يقول لك الرمز ده يعني لك فيه في الكهرباء. كلمة الايه? تعني ان ده اميتر. كلمة الفي تعني ان الجهاز ده هوات فولتا ميتر. كلمة وات او دابليو تعني ان ده هوات وات ميتر. كلمة كي اتش او 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 كي اتش تعني وات ميتر او بيسموه كيلوات ساعة اللي هو العداد الايه الكهرباء. كل دي رموز لازم انت حضرتك في سنة اولى تتعرف عليها وتتعرفي عليها عشان الحاجات دي زي ما قلنا هتقابلنا بره كتير يبقى احنا عارفين. نرجع بقى لجهازنا. كلمة ايه ده هيات الاميتر. تمام. يبقى الجهاز ده وتأول حاجة عرفها ان ده اميتر. يبقى انا شغال كده على الاميتر زي الفل. شايفين هنا? يبقى اول حاجة الواجهة بتاعت ده هو الجهاز امبروميتر اللي هو الاميتر من النوع زو الملف. ايه بقى النوع زو الملف ده يا مستر? يعني اعرفت اعرفتها منين? شايفين العلامة اللي عاملة زي حدوة الفرز ديت اللي هي الحرف الان ده المقلوبة ده هيت? او اول يول المقلوبة ده هيت? وفيه هنا علامة شرطة كده. ده اسمه جهاز من النوع زو الملف. هو احنا عندنا انواع طبعا. في عندنا الواع زو الملف. وفي زو الملف المتحرك. هنا اتنين. النجمة اللي انتو شايفين هديت على اي جهاز لو انت مسك جهاز فيه دك وشفت النجمة ده هيت. وفي قلبها رقم. الرقم ده ممكن يتغير. ممكن يبقى 2. 3. 4. 5. الرقم ده يعني يعني جهد الاختبار الكهرابي يعني يستحمل لغاية اتنين في عشر قس تلاتة يعني الفين فولت. او الفين اه يعني جهد الانهيار بتاعه. او جهد الاختبار بتاعه. او يفضل يستحمل غاية كام اتنين في عشر الا الاقصة ثلاثة طيب الجهاز ده هو بيشتغل على الطير المستمري طب الجادع فيكم يقول لي الشطور كده والبنت الشطرة تقول لي ياIC مستر الجهاز ده عرفت منين هو طير مستمر شايفين الحتة اللي تحت ديت اللي هو خط اللي رأيت ده هو اللي هو الخط ده ده عبارة عن ايه عبارة عن خط بيقول لي ان الجهاز ده هو طير مستمر طبي لو جات لحرف ان يعني حرف ان ياه مستر يعني جات لي مجازية دي خليكم بقى معا كده دي اوحدة برضو عشان اقول لكم الحتة دي بتجي ازاي الجهاز الطائر المستمر بيعمل للاعلامة اللي انتم شايفينها دي تمام كده الجهاز الطائر المتغير بتلاقي عامل للاعلامة اللي انتم شايفين ها دي يبقى اول ما شوف ده هيت يبقى الجهاز ده هيش LDT ultimate اول ما شوف ده هيد يبقى بتجهاز يشغل على الطائر مستمرة طب لو عمال الاتنين في جهاز واحد يعني عمال لقلب حديد كده ورأة جاي حاطط لي واحدة كده والتانية تحتها كده. يبقى الجهاز ده هوك يشتغل على الطيارين. المستمر وبرافو عليك والمتغير. يبقى العلامة دي لوحدها لو شفناها يبقى الجهاز ده بيشتغل على الطيار المستمر. العلامة دي بس جات لوحدها يبقى الجهاز ده بيشتغل على الطيار المتغير. في جهاز بقى شامل بيشتغل على الطيارين. يعني لو شغلناها على الطيار المستمر يشتغل. ولو شغلناها على الطيار حرف الايه؟ من النوعز الملف السابت اللي هو الملف ده هو تسابت اهو لان فيه حدوة فرس كده او حرف اين؟ جهد الاختبار بتاعه اتنين كيلو او اتنين فعشرة قصة تلاتة الجهاز ده هو بيشتغل على الطيار المستمر فقط ويستخدم في قياس الطيار كده انا عرفت الوجهة الامامية بتاع الجهاز نبص على سؤال تالي حلو الكلام بيجوا اللي بقى ايه ما هي اجهزة القياس المطلقة؟ عندنا اجهزة قياس مطلقة بيقول لي هي اجهزة لا تعطي قيمة مباشرة للكمية الكهربية المراد قياسة يعني ايه الكلام ده بتديني قيمة محددة يعني كدلة زي الجيلفانوميتر الجيلفانوميتر خلوا بالكو وجهاز بقى فيه مؤشر بس ما بيدينش قراءة يعني المؤشر بتاعه معلوش تدريج يعني مش مكتوب كده صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لأ معمول ايه صفر يعني التدريج بتاعه كده زي المنال اللي انت شايفينها من شوية كده خطف الاول وخطف الاخر الجيلفانوميتر ده حساس جدا عشان كده يشتغل او بيستخدم في قياس الكميات الحساسة زي درجة الحرارة مثلا لو انت عايز تيه درجة حرارة فرن عالي ايه الفرن العالي ده الفرن اللي هو بيحطه فيه الحديد اللي هو الحديد الخام عشان يستيح كده او ينصهير وهي بقى حديد زي اللي بنشوفه كده بن acompaله بنشغله في المعمار او بنشغله في المعدات الكبيرة والماكينات الكبيرة الحديد ده هو بيتحط فرن عشان ياخد درجة انصهار وببيعمل زي الميا كده او منصهر مين بقى زي درجة حرارة الفرن مش بقول هاجيب اي حاجة بحط جيلفانوميتر فالاجهزة دي تسمى جهازة غير ايه غير مطلق تمام كده او بيسموها الاجه القياس المباشر. اه نيجي بقى هنا مربط الفرص. عندنا الجهاز او الاجهزة اللي عندنا تستخدم في القراءة المباشرة. يعني ايه قراءة مباشرة? يعني تديك قراءة فوري. اول جهاز اتعرفنا عليه اسم اجهزة قياس بيانية. الجهاز اللي لسه شايفينه دلوقتي من شوية. وعرفنا عنه ان اللي هو الجهاز اللي هو اللي كنا لسه ياخدينه من شوية حالا دلوقتي اللي هو الامبروميتر اللي هو كان عامل زي المنقلة اللي انت شفته ده هو ده جهاز يسمى جهاز بياني. طب عرفت منين ان هو جهاز بياني? عشان في مؤشر. يبقى كل الاجهزة اللي بتشتغل بالمؤشر تسمى اجهزة بيانية. حلو الكلام? يبقى الاجهزة البيانية مجعل رفها هي اجهزة بتقيس الكميات الكهربية عن طريق مين? برافو عليك المؤشر. ودي زمان او كانوا بيسموها الاجهزة التناظرية الاساس الكهرباء بتاعنا كان شغال عليها الاول خالص. يعني الامبروميتر والفولتاميتر اللي هو كان شغال بالمؤشر ده اول ما وصله بالحملة على طول. الان المؤشر انحرف كده مثلا اره امتين اره تلتمية. حسب بقى الكمية للمروض قياسة. الجهاز ده كان يسمى اجهزة ايه? اجهزة بيانية. واشهر انواع الاجهزة البيانية الموجودة عندنا في الورشة عندنا في المدرسة او في المعمل في الكهرباء فوق اسمها اجهزة اميتر واجهزة فولتاميتر او اجهزة واطميتر. شرط يكون شغال بالايه? برافو عليكم بالمؤشر. يبقى انا اعلم اجهزة البيانة ان هي اجهزة ايه? اجهزة تستخدم تستخدم قراءة الكميات او قياس الكميات عن طريق المؤشر. طب تمام كده زي الفول. النوع التاني اللي عندنا اجهزة قياس تسجيلية. يعني ايه تسجيلية? يعني بتسجل القراءة. زي ايه? لما بنروح المحطات بتاع التوليد ومحطات القوة الدفعة الكهربية الكبيرة اللي موجودة في المصر هنا عندنا بلايه في المحطة عندنا جهاز اسمه جهاز تسجيل. ايه الجهاز ده? يعني مش تسجيل لا ده بيسجل القراءة. عن طريق ايه بقى? شلنا المؤشر وحطينا ريشة كده وحطينا في ريشة دي حبل. فاول ما الجهاز بيرى بيرى القيمة كعليناها ايه? زي رسم القلب كده برافو عليكم. او جهاز الرختر اللي هو بيقص الزلزال. تمام كده? ما هو مش معقول الجهاز ده هيدينا مؤشر. عبالما الزلزال ييجي والمؤشر يتحرك يكون الزلزال خلص. او يكون الكمية الكمية المقاسة خلصت. عشان كده لما باجه اشتغل على اجهزة تسجيلية تتحطي في اماكن معينة. زي ايه? لو انا هيئس القدرة الفعالة والغير فعالة في محطات القوى الكهربية. او هيئس درجة الزلزال اللي موجودة اللي هي الرختر. الجهاز ده عبارة عن ايه? بدل ما بيجيب لي مؤشر لا بيحطي لي هنا عبارة عن رسم. الرسم ده مادة فيها حبري كده. وقدامه مجموعة ور. اول ما يحصل اهتزاز كده بلاي ريش ايه? بتاهتز فبتعمل درجات كده او ايه خطوط طلعة نازلة كده زي بالزبط كده ايه? شريط رسم القلب اللي بنشوفه في المستشفى. تمام كده? دي بيسموها اجهزة ايه? تسجيلية. برافو عليكم. نشوف النوع التالت اجهزة تكاملية. ايه بقى الاجهزة تكاملية? لسه متكلمين شوية قلنا في عندنا حاجة اسمها العداد الكهرابي. العداد بتاع زمان اللي هو كان فيه ترس. والترس ده بيضور عدد لفات معينة يغير القراءة اللي فوق في العداد. كل مثلا مية لفة يقول لي والله انت استهلكت كيلو او اتنين كيلو حسب فرمط العداد او حسب الستاندر للعداد مسصمم عليه. حلو الكلام. بل اجهزة بتاع العداد دي كلها تسمى اجهزة تكاملية لان شلت المؤشر فيها وشلت الحبر اللي فيها والورق ده اهو واستعوضتوا عنه بايه? بمجموء التروس تكاملية بتضور عدد لفات معينة عند انتهاءها بتقول لي والله انت استهلكت خمسة كيلو استهلكت واحد كيلو كل لفة بكزا بتبقى ديها تمتدور عليها ومعروفة بيقى في الكتالوك كده يقول لي والله العداد ده او لو ضر عشرين لفة يبقى كيلو. فيه عداد ده تاني لو ضر الف لفة يبقى كيلو واه. يبقى ما جاء اقول لك العدادات تنقا الاجهزة الكلاس المباشرة تنقسم الى كم قسم قولي تلت اقسام. اجهزة تكاملية اجهزة تسجيلية اجهزة بيانية. البيانية عشان ما تتعيبش نفسك او ما تتعيبش نفسك. الاجهزة البيانية كلها شغالة بمقاشر. زي الفولتاميتر والاميتر اللي شفناها في الورشة والمعة. الاجهزة التانية التسجيلية دي ممكن ما كناش شفناها قوي. بس اسمعنا عنها. لو انا عندي محط التوليد بيقى فيها اجهزة قياس القدرة الفعالة والغير فعالة. تستخدم اجهزة تسجيلية. ان انا استعوضت المؤشر بجهاز تسجيل. والمقصود بكلمة تسجيل زي ما قلت لك عبارة عن ايه. ريشة براسم كده. قدامها مجموعة ورق. زي الزلازل وراسم الان. الاجهزة التالتة اللي اشتغلنا عليها برضو النهاردة. اجهزة تكاملية. والمقصود بكلمة تكاملية. يعني القراءة بتاعت بتطلع عن طريق. ارس عدات كده. ارس بيلف. عبارة عن مجموعة تروس. بتغير الرقم اللي هو اللوحة اللي قدام ديت عن طريق ايه? حركة الترس او حركة مجموعة التروس. بيسموها اجهزة تكاملية. طيب. في اجهزة بقى الاخيرة خالص اسمها اجهزة رقمية. ايه الاجهزة الرقمية بقى? اللي هي الحديثة. اللي هي الديجيتال. اللي هي بقى دلوقتي بقت موجودة في معظم الشركات والمصانع. ايه ومحطات التوليد. بدل ما يجيب بقى جهاز استنى المؤشر. وهنتكلم دلوقتي المؤشر ده ممكن يحصل منه مشاكل كتيرة. وممكن يحصل اخطاء في القراءة. وبدل ما احط تسجيل. وبدل ما احط اجهزة تكاملية واجيبت مجموعة تروس. ممكن احط ايه بقى برافو عليكو كده. اجهزة رقمية. يعني يا ولاد اجهزة رقمية. الجهاز الرقمي ده هوت زي الافو ميتر. او الفولتاميتر الرقمي. او زمان شننا الموال ده كله. وحطنا مكانه ايه بقى? عبارة عن شاشة. والشاشة ده اول ما بدخل الكمية المراتقة ياسة. القراءة على طول بتطلع اوتوماتيك على الشاشة. يقول لي والله الجهاز زوات برا امتين فولت. ارى عشرين امبير. ارى خمسين زبزبة. حسب الكمية اللي انتهت ايه? هتقسة. ودي رياحة كتير جدا جدا لان نسبة الاخطاء فيها بتبقى قليلة. عشان كده سموها اجهزة رقمية او اجهزة الكترونية. دي بقى تصنيف الاجهزة. عرفنا القديم كان ايه? عبارة عن مواش. ادينا تغارد شوية بقى تسجيله. وده يشتغل في حدات معينة زي ما قلنا. تكاملية برضو بقى في البيوت. ودلوقتي استعوضنا عنه بمين بقى برافو عليه. ما هو الجهاز الجديد دلوقتي اللي موجود في البيت ده عبارة عن عداد رقمي. عبارة عن عداد ايه رقمي? ان اللوحة بتاع زمان اللي كان فيها مجموعة التروس تقعديه لمية ومئتين دي هتتلغط خالص. وبقى نظام ايه? شحن كده. اول ما بنشحن البردة بتشتغل على طول. بلاقي الايه? القراءة بتحتي بتستهلك عن طريق النبضات اللي موجودة فيه. عشان كده سموها عداد رقمي او اجهزة رقمية. ده التطور كده في اجهزة القراءة المباشرة. عشان لو السؤال ده جالك وقالك ما هي انواع اجهزة القياس المباشرة? هتقول لي اجهزة بيانية. اجهزة تسجيلية. اجهزة تكاملية. اجهزة رقمية. طب نشوف سؤال بقى مهم جدا. بقول لي بقى قارن بنا كل من اجهزة القياس البيانية. واجهزة القياس التسجيلية. واجهزة القياس التكاملية. واجهزة القياس الرقمية. لاربع انواع اللي احنا لسه واخدينهم من شوية. وقلت لك ان اجهزة القياس البيانية دي هي اجهزة زاتة ايه? برافو عليك ذات مؤشر وتستخدم في قياس تميات مقاسة وقشر جهازين الأميتر والفولتاميتر ودي تعتبر رخصة التمن جدا واقتصادية في الاستعمال الأجهزة التانية أجهزة القياس التسجيلية هي أجهزة يستبدل المؤشر فيها بريشة قلنا هنشير المؤشر والحط مكانه ايه برافو عليك والحط ريشة والريشة دي بتتحرك على ورقة والورقة دي تتحرك بسرعة سابتة زي بعض أنواع الأجهزة المستخدمة في قياس الطاقة الفعالة والغير فعالة قلنا في محطر التوليد ومحطر التوزيع الأجهزة التكاملية شننا المؤشر فيها وحطنا مجموعة من التروس المتناسبة مع بعضها في الحركة ودي بتقسل الكميات الكهربية زي العداد الكهربية زي ما قلنا آخر حاجة بقى هي أجهزة إلكترونية حديثة اللي احنا قلنا عليها الأجهزة الرقمية ودي بقى بتحول القيمة المقاسة لنبضة والنبضة دي بتسمى نبضة كهربية وبقارنها بنبضة تانية وديت اللي أشهر أجهزة عندنا اللي شفناها في بيوتنا حالا اللي هو العداد الكهرابي أو الفولتاميتر الرقمي أو جهاز الأفوميتر اللي موجود في كل الورش بقى لو انت راح مسلا تصلح أي جهاز موبايل راح جاي الراجل كده واخد لك الجهاز كده تليه كده تدريك كده وليه جاك أحمر وجاك أسود كده يوصلهم على الأميتر يوصلهم لك كده على الجهاز بتاعك يشوف العطل فين أو الحاجة كده ده جهاز اسمه الأفوميتر يستخدم في كياس الجهد والطيار والمقاومة والعزل وحاجة كتر جدا هنتعرض عنه كمان شوية إن شاء الله بإذن الله في الباب التاني طيب نشوف السؤال تاني بيقول لي إيه بقى إيه الفرق بين أجهزة القياس بالمقارنة وأجهزة القياس بالطريقة المباشرة إيه بقى الكلام ده يا مستر يعني إحنا عندنا أجهزة القياس بتقارن وأجهزة القياس مباشرة أجهزة القياس بالمقارنة دي هي أي قال لي هي أجهزة يمكن بواسطتها مقارنة الكمية المراد قياسها بكمية عيارية من نفس النوع زي إيه زي أنطرت المقارنة يعني أنا لو عايز مثلا أقارن جهاز بجهاز أعمل إيه أجيب جهاز اسمها أجهزة عيارية الأجهزة دي تستخدم فيه بمعنى إيه ساعات كده تلاقي العداد اللي عندك يقولك الدنيا مش مظبوطة فيه فالشركة تيجي تاخده منك وتعمل لك حاجة اسمها معايرة يعني إيه معايرة يعني يجيب جهاز لسه جاي فورما ستندر جديد بالجهاز اللي كان عندك ويعاير ده يعني لو شغل ده مثلا على حمل لثلاث ساعات يشوف قراءة ديه وده يشتغل على جهاز برضو ثلاث ساعات حسب قراءة ديه ويعاير ده بده لغاية لما يزبط قراءة ده على قراءة ده لأننا عندي حاجة اسمها المرجع أو المصدر اللي هشتغل عليه فالمعايرة دي جهاز بجيبه بيكون مفوش غلطة بيعاير بيه أجهزة تانية الأجهزة التانية دي بيكون فيها خلل أو حاجة معانة أو كمية عايزة إرهاها والجهاز فيه مشكلة فبجيب جهاز أعمل له عملية ايه معايرة والمعايرة دي لها فايدة ايه فايدة أننا أقارى القيمة مباشرة والفايدة التانية أننا أزبط الجهاز اللي كان فيه خلل على جهاز جديد عشان كده سموها أجهزة ايه معايرة طب نشوف الأجهزة التانية اللي هي القراءة المباشرة الجلسة القراءة المباشرة دي هي التي تقوم بتحويل الطاقة المراد قياسة الى طاقة على طول مباشرة على طول نتيجة ايه بقى نتيجة تحرك المؤشر على طول فبيعت قيمة على التدريج زي الامبروميتر والفولتاميتر ودي اكثر الانواع مباشرة زي ايه انا دلوقتي دخلت ورش وجيت قلتلك او دخلت مصنع كبير او شركة وقلتلك والله انا عندي جهازها هوت عايز اعرف القمة اللي ماشى فيه قدية هتعمل ايه هتقول لي والله لو عايز تحسب الطيار هجيب الامبروميتر وروح جام ووصله على طول بالطرفين بتوع الجهاز طلعين منه هوصله مع الحملة على طول اوتوماتيك هتلاقي المؤشر تحرك عشان كده ساموها ايه قراءة مباشرة ما جبتش بقى جهاز تاني وعيرت وخدت منه قراءة وضربت في رقم المعايرة بقى عمل كده بجيب جهاز الاصلي وحطه مع جهاز تاني عاية المعاير يقرى الاول فبيقول لي القراءة كام فبخدها من الجهاز اللي عاية لكن القراءة المباشرة اول ما بحط الجهاز على الحم بيديني القمية لمراد قياسها مباشرة من غير محول او من غير بقى معاير او ازبط ارقام وكلام منه يبقى الجهاز اللي هو قراءته مباشرة يعطي قيمة مباشرة واشهر انواع الاجهزة المباشرة الاميتر والفولتاميتر اللي المستخدمين عندنا في التخصص بتاعه طيب نشوف سؤال تاني بيقول لي ايه بقى ما هي انواع اجهزة القياس من حيث نظرية التشغيل هو الاجهزة عندنا لما يجي نقسمها يا مستر فيه اجهزة من حيث التركيب وفيه اجهزة من حيث نظرية التشغيل اه طبعا كل جهاز من دول له نظرية مختلف فاول جهاز عندنا اسمه اجهزة القياس ذات الملف المتحرك فاكرين من شوية لما جبتلكوا الجهاز وقلتلكوا احنا عندنا ملف سابت وفيه ملف متحرك طيب يبقى اول انواع الاجهزة بتاع القياس اللي بتشتغل من حيث التشغيل اسمها اجهزة القياس ذات الملف المتحرك وده عبارة عن ايه عبارة عن مغناطيس دائم احنا بنسميه حدوة فرص والجهاز ده تقلب حديد كده عبارة عن مغناطيس فيه ملف الملف ده جواه طيار ويعتمد تشغيله على حركة الملف عن طريق الحس المتبادل وده كلمة الحس المتبادل بتفكرنا بمين برافو عليكم بالمحاولات طيب نشوف الجهاز التاني اجهزة القياس ذات القلب الحديدي المتحرك يبقى فيه ملف متحرك وفيه قلب حديدي متحرك القلب الحديد ده عبارة عن ايه عبارة عن ملف سابت الملف هنا بقى هو اللي سابت اهو بس الطيار اللي جواه شغال على حتة حديدة من المطاوع فبتولد فيها مجال ايه مغناطيسي برضو عن طريق التأثير والمجال ده هوه بيبقى شغال على الدي سي والاسي يعني ينفع يشغل على الطيار المستمر يعني المتغير نشوف الجهاز التالي اجهزة قياس كهروديناميكية ايه بقى الكهروديناميكية دي دي بقى ميزة الاجهزة دي هتفاهم ملفين ملفين الملفين ده هم بيبقوا ايه متعمدين واحد سابت والتاني متحرك يعني الملفين دول بيبقوا ايه واحد سابت والتاني ايه متحرك عشان كده سموها ديناميكية يبقى ما اجاول لك ايه اجهزة القياس الديناميكية قول لي دي بدل ما جيب ملف واحد بجيب ملفين الملفين دول واحد منهم ثابت والتاني ايه متحرك عليه فبرضه يستنتج مجال معناطيسي بيحرك المؤشر فبيقرأ القيمة يبقى بيعتمد برضه هنا على ايه على حركة الملفين هناك كان بيعتمد على حركة الملف والتأثير المتبادل في الملف او في الجهاز اللي قابل هو القلب الايه المتحرك نشوف ايجا الرابع اجلس القياس الفيرو ديناميكية ايه الفيرو ديناميكية برضه دي عبارة عبارة عن ملفين بقى بس واحد ثابت والتاني حر الحركة تمام كده بس القلب الحديد هنا خلوا بقى لكم بقى فيه فيض مغناطيسي كبير جدا نتيجة الحركة اللي هاتم فبيعمل عزم دوران اول ما عزم الدوران ده بتولد بيحرك المؤشر المؤشر بيتحرك عن طريق ايه الكمية المقاصر طيب الجهاز الخامس اجلس القياس الاستنتاجية ودي عن طريق الطيار المتولد برضه وعن طريق المجموعة المتحركة ودي بتبقى اشبه بالتصوير يعني عشان نفهمها اكتر عبارة عن ملف كده مصنوع من نحاس او للمونيا على شكل استوانة تمام كده بيحدث برضه فيها فيض مغناطيسي عن طريق ان فيه ملف سابت وملف متحرك طيب نشوف الجهاز اللي بعد كده اجهز القياس بمزدوج حراري ايه بقى المزدوج الحراري ده هو المزدوج الحراري ده هو بيعتمد على التسخيل ان انا بجيب معدنين مختلفين يعني مثلا بجيب معدن حديد مع معدن نحاس بجيب معدن حديد مع معدن نحاس او معدن مثلا رصاص مع الامونيا المعدنين دول بلحمهم مع بعض الطلاقة معينة وحط في النص كده وصل الجيلفانوميتر اول ما حضرتك على طول الطيار بيعدي او الكمية المراد قياسة بتعدي بتسخن معدن قبل التاني فبيعمل حاجة هنا اسمها ازدواج فالاجهزة دي بيسموها اجهزة قياس ازدواج حراري او ازدواج معدني يبقى ايه ازدواج حراري ان انا بجيب معدنين مختلفين ووصلهم ببعض ومرر طيار اول ما الطيار بيعدي او الكمية المراد قياسة هتعدي بتسخن جزء والجزء التاني بيسخن بعده نتيجة الفرق بالاتنين ده هو بيعمل حركة المؤشر فبالتالي القيمة اللي انت عايز تقراها تقرأ عن طريق الحس اللي احنا بنسميه الزواج الحراري او ازدواج الحراري او ازدواج التسخين نشوف اللي بعد كده اجهزة قياس بمقوم المقصود هنا بالمقوم ان هنا مجموعة يعني المقوم هنا المقصود به ان انا حط في الدايرة دايرة توحيد الدايرة توحيد يعني ايه يعني حط موحد الموحد ده بيحول الطيار المستمر بيحول الطيار المتغيل لطيار المستمر يبقى الغلط من اجهزة المقوم دي ان انا استخدم موحد الموحد ده ووظفته ايه في الدايرة انها يحول الطيار المتغير لطيار ايه مستمر يعني انا ممكن اجيب جهاز يكون بيشتغل على الطيار المتغير وخليه ييز طيار مستمر بس لازم في تركيب ومن جوة اكون حاطة موحد ايه بقى هو الموحد الموحد ده عبارة عن شرحتين من السيليكون او الجيرومانيوم مجابة واحدة سالبة ودي هناخدها في مادة خامات اوف سنقول عشان نتأسس في الحيطة دي كويس لان ده علم الالكترونات ده اساس شغلنا ان شاء الله في السنين اللي جاي الموحد ده عبارة عن ايه عبارة عن وصلة بي وصلة اين يعني واحدة مجابة واحدة سالبة ومادة التصنيع يا جيرومانيوم يا سيليكون بلحمهم مع بعض كده وطلع منهم طرفين انود وكاسود بوصلهم في الدايرة عشان يحول الطيار المتغير لطيار مستمر يعني يا مستر الطيار المتغير اللي احنا بنشوفه في بيوتنا ده هو ممكن اقلبه طيار مستمر اه تمام عن طريق ايه مش هجيب بطارية من برة ولا هجيب حاجة لا ده منه في يعني هجيب شبكة توحيد وروح جايح هتطع على المنبع الطيار اللي داخل في الشبكة ده هو بدل ما كان متغير عندنا في البيت اتحول الطيار ايه مستمر وما نطلع بقى سنة تالت هناخد المفاجأة كبيرة ان الطيار المستمر اللي في البطارية بتاع العربية ده هو ممكن احوله الطيار متغير تمام كده اه مستر ينفع اه ينفع ان شاء الله عن طريق العواكس اللي ناخدها ان شاء الله في سنة تالت المادة دسمة التخصص دسم فيه حياة كثيرة جدا ونتعلم منه ان شاء الله حياة كثيرة طول ما احنا مع بعض ان شاء الله نشوف اللي بعد كده اجهزة قياس بصمام ايوان حراري ودي برضو تكلمنا عنها اللي هي اجهزة الازدواج الحراري اجهزة القياس الكهروضوئية ودي بتشتغل على حاجة اسمها ملف متحرك لقياس التردد عن طريق الايه الكهروضوئية اجهزة القياس الكهروستاتيكية ودي كبب تعتمد على الحس او الكهروستاتيكي نشوف السؤال بعد كده بيقول لي إيه بقى ما هي أنواع وأسباب الأخطاء في أجهزة القياس يا مستر هو فيه أخطاء ممكن تجيني في أجهزة القياس طبعا نبص كده على الأخطاء ركزوا بقى معايا كده في الكلام ده الأخطاء النظامية يعني إيه أخطاء نظامية الأخطاء النظامية دي بتنشأ من سوق القراءة يعني إيه من سوق القراءة يعني أنا مثلا ما أريدش كويس يعني الستة أريدت على إنها سبعة أو السبعة أريدت على إنها تمانية فبيسموا الأخطاء دي أخطاء نظامية فيه أخطاء تانية عندي اسمها أخطاء عشوائية هي التي لا يمكن التحكم فيها بالرغم من زوال جميع الأخطاء النظامية يعني أنا قريت كويس وزبطت الدنيا كويس بس برضو فيه خطأ عندي اسمه خطأ عشوائي زي إيه بقى الأخطاء العشوائية دي إن التدريج مش مظبوط إن الجهاز نفسه لما أرى القيمة عبالما الجهاز يرجع للصفر خد وقت كتير فده تقع مشكلة بيسموه أخطاء خطأ عشوائي فيه أخطاء تانية اسمها الأخطاء العامة اللي هو خطأ القراءة وعدم ضبط الجهاز وسوء اختيار الجهاز والتدريج المناسب تمام إيه بقى الكلام ده يعني أنا ممكن أجي في شركة أو في مصنع أدي الجهاز وقول لك يقرأ القيمة القيمة دي ممكن الجهاز اللي عندك دهو يكون التدريج منتظم أو تدريج غير منتظم فتيجي تقرأ القراءة التدريج المنتظم تاخد القراءة يعني مثلا لو المؤشر وقف على ثلاثة يبقى الجهاز ده أرى ثلاثة فيه تدريج تاني عندنا اسمه غير منتظم لو أرى مثلا قيمة والتاقل اتنين لازم أخد القيمة دي أضرابها في رقم معين لأن التدريج مكتوب عليه تدريج غير منتظم فليه شغل تاني خالص فبالتالي لما تيجي تشتغل على جهزة تبقى عارف أن فيه أجهزة بتشتغل في تدريج منتظم وفيه أجهزة تانية تدريجة غير منتظم ومش كده وبس ده أنا ممكن أعمل كمان مشكلة كبيرة وأنا بإيس طيار أو إيس جوه إن الجهاز اللي عندي ده هو تممكن يكون مصمم على إنه يشتغل على الطالة المتغير أشغل أنا على الطالة المستمر عشان كده بكتب لك على الوجهة الأمامية في الجهاز إن الجهاز ده يشتغل على A-C بس يعني الطالة المتغير أو يشتغل على D-C يعني يشتغل على الطالة المستمر بس ماينفعش بقى إن أنا أبدل الأجهزة دي يعني لو عندي حملة بيشتغل على الطالة المستمر يبقى لازم أشتغل على الطالة المستمر عندي حملة بالشغل على الطالة المتغير يبقى لازم أجيب جهاز يشغل على الطالة المتغير عندي بقى جهاز جنرال بالشغل على الطالة المستمر والطالة المتغير ده مش يعمل لك أي مشكلة ومش يبقى فيه نسبة أخطاء يبقى فيه أخطاء بتيجي نتيجة إننا استخدامت الجهاز غلط الجهاز مثلا بدل ما بيشغل على الطالة المستمر أنا كم معاه جهاز طالة المتغير ده مش كده وبس ده فيه جهاز كمان ممكن يشتغل في وضع قائم يعني لازم تكون وانت شغال بتقيس حطه على زاوية تسعيد لو حطته على زاوية تلاتين او حطته ميل على الارض ما يشتغلش او يده قراءة بايزة او مش قراءة بايزة بقى قراءة مش مزبوطة عشان كده احنا لازم نخلي بالنا من حاجات دي وضعية الجهاز نفسها تختلف من مكون لمكون او من جهاز لجهاز يبقى في وضع افقي في وضع رأسي في وضع ميل بزاوية يعني ما يبقاش كتب لع الجهاز من بره ان انت لازم وانت شغال بتقيس يبقى على وضع تسعين انت تعمله على وضع افقي ما ينفعش او يجي يقول لك خليه ميل بزاوية تلاتين انت تخليه ميل بزاوية تسعين برضو مش هينفع هو هيرى وكل حاجة بس مش هيتلع لك القيمة الحقيقية اللي ماشية في قلب الحمل اللي انت بتقيسه دي بيسموها مجموعة اخطاء فيه اخطاء تانية نتيجة برضو ان الجهاز في الصيف غير جهاز الشتاء وابسط مثال عندنا مس لو انت معك موبايل مثلا والموبايل ده وشغال بي في الصيف مثلا عن نت وبتشتغل على اليوتيوب او بتشاهد حاجة معايد بتلاقي الجهاز بيسخم بسرعة غير الشتاء فبالتالي كل جهاز حسب الجو المحيط فيه اجهزة بتأثر بالحرارة والملفات اللي جوه بتأثر بدرجة الحرارة وفيه اجهزة تانية ما بتأثرش بدرجة الحرارة فبالتالي وانا بقيس لازم اخد في اعتباري ان كده كده هيحدثها الاخطاء بس بدل ما الخطأ يحدث بنسبة كبيرة لا اكون انا ايه بقى مسيطر ان الخطأ يحدث بنسبة صغيرة جدا واخد في بالي ان انا اراعي اول حاجة كده اقرى الكتالوج كويس تاع الجهاز الجهاز ده بيشغل يطالي على الطريق المتغير ولا المستمري ولا بيشغل على الطريق الجهاز ده بيشغل في انا وضعية افقية ولا لقصية ولا عمودية الجهاز دهوت تدريجه منتظم ولا غير منتظم تمام دي كلها اعتبارات وانا بشتغل على جهزة القياس لازم اكون وخبالي اوي 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 منها وانا شغال في المعمل او شغال في الورشة او شغال في المصنع او شغال في الشرك طيب زي ما قلنا فيه اخطاء بيئية اللي هي التأسيرات الفيزيائية بقى اللي هي تمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة الكلام اللي احنا خدناه في تلتة اعدالي دهوت اخر حاجة اخطاء باجراء القراءة ان انا مش متمكن من القراءة كويس ما اتدربتش ان انا ايس كويس انا كده لازم عشان ايس صح واخد قراءات صح لازم اكون متمرس ومتدرب على كده اعرف القراءة بتتاخد ازاي واعرف المؤشر لو وقف على رقم معين اقرأ الرقم ازاي وعينك كون عمودية على القراءة ولا كون افقية دي كلها حاجات لازم اتعلمها مع استاذنا في الورشة واستاذنا في المعمل وطبعا سنقولها كلها كالتمرين ازاي نيس بالفولتاميتر وازاي نيس بالأميتر نشوف السؤال بعد كده بيقول لي عرف كل من الخطأ المطلق قال له ده احنا النهار ده بقى الموضوع كله اخطاء اه طبعا الدرس النهار ده كله او المراجعة كلها بتتكلم على اخطاء لان احنا لو زبطنا الخطأ وعرتنا بيجي منين هيبقى الدنيا معنا كويس اول خطأ بيقابلنا اسم الخطأ المطلق ايه هو الخطأ المطلق هو مقدار الانحراب بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية بغض النظر عن اشارة الخطأ يا مستر الكلام ده احنا مش فاهمينه ممكن توضح حنا نوضحه يعني خطأ مطلق الخطأ المطلق ده هوت انا عندي كميتين كمية حقيقية وكمية مقاسة يعني كمية حقيقية يعني مكتوب لمسرع الحملة ده هوت والله بيشتغل عام ٢٢٠ بس سنة لما جيت قيسته لقيته ٢١٦ خلوا بالك لو طرحت القيمة الحقيقية من القيمة اللي انا قيستها يديني الخطأ المطلق يبقى اول انواع الاخطاء المطلقة بيسموه خطأ مطلق يساوي الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاسة طب القيمة الحقيقية دي ايه اللي حصل الاختلاف ده ليه ليه الجهاز ما اراش القيمة الحقيقية بتاعته لان زي ما قلنا فيه اخطاء جوه الجهاز نفسه وفيه عوامل بيئية محيطة بالجهاز اثرت عليه ثانيا الاجهزة دي كلها مصنوعة من قلب حديدي ولو تفتكروا معايا في مادة اساسيات شطار ان احنا لما اتكلمنا فيه عندنا حاجة اسمها المفقيد اي قلب حديدي لازم يكون في مجموعة مفقيد فلازم اخد في اعتباري ان القراءة اللي هتطلع هيبقى فيها تجاوزا نسبة خطأ بس الميزة هنا بقى ان انا هبقى عارف ان الخطأ ده اديه عشان كده بنعمل الحسابات ده هي عشان نشوف الجهاز اللي قدامنا نسبة الخطأ فيه اديه فئة فداها طلعت مثلا واحد من عشرة يبقى انا ازود على القراءة اللي انا قررتها كان برافو عليك واحد من عشرة طلع الخطأ المطلق مثلا اتنين من عشرة يبقى انا ازود عليه ايه اتنين من عشرة طب لو زاد اتنين من عشرة وثلاثة من عشرة يبقى نقص من القراءة اللي انا قصتها ثلاثة من عشرة بمعنى ايه يعني لو طلحت مثلا الناتج بالسال يعني القمى اللي انا قصتها اكبر من القمى الحقيقي يبقى الناتج هنا طلع الجهاز ده بيخرف لا مش بيخرف ولا حاجة هقول له والله الجهاز ده فيه نسبة خطأ ثلاثة من عشرة بس بزيادة يعني مثلا الجهاز بدل ما كان قرى 217 انا هكتب 217 وثلاثة من عشرة اللي هو زادهم تمام كده فيم توسط الحتة دي يبني عند الخطأ المطلق بيساوي الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاصة وخلوا بالك فيه مسألة هنشوفها مع بعض دلوقت الخطأ التاني اللي عندنا اسمو الخطأ النسبي بيساوي الخطأ المطلق اللي انا طلحته على القيمة الحقيقية مضروبة في 100 ده بيسموه الخطأ المئوي او الخطأ النسبي في 100 وده اخدناه في مادة الرياضة في سنة اولي طيب فيه عندنا حاجة اسمها دقة الجهاز يعني ايه ما اجا اقول لك الجهاز دقيق هي الفرق بين القيمة المقاصة بالجهاز والقيمة الحقيقية يعني انا لو طرحت القيمة اللي الجهاز اسهى والقيمة الحقيقية اللي مكتوبة على الجهاز منسوبة اليه بيساوي الخطأ النسبي يعني دقة الجهاز بتساوي الخطأ اليه الخطأ النسبي الحساسية ايه الحساسية ديت حساسية الجهاز ديت تقدر بالنسبة بين عرض اقسام التدريج على قيمة الطيار. يعني ايه? اجي اقول لك الجهاز اللي عندك مثلا تلاتين مدرك تلاتين حتة. يعني تلاتين حتة? يعني المصطرة اللي انت شفتها عاملة زي زي المنقلة ديت فيها تلاتين جزء. والطيار اللي ماشي عشرة. يبقى انا لو اسمت التلاتين جزء على عشرة بتوع الطيار يديني تلاتة. يبقى دي بيسموها ايه بقى? حساسية الجهاز او ضقة الجهاز. تمام كده? يبقى عدد اجزاء التدريج على كمية الطيار يديني كمية الحساسية الكلية او الانحراف الكل للمؤشر. اخر حاجة الادراك. ايه هو الادراك? الادراك ده هو يقال لقيمة الجهاز بيحسها. يقال لقيمة الجهاز بايه? بيحسها وكفاءة الجهاز يقع على قيمة الجهاز بيصل اليه. نشوف بقى المسألة اللي قلتلكوا عليها عشان نطبق الكلام ده هو على كلام حقيقي. بيقول لي ايه? وصل لفولتاميتر بمنبع كهربي. يعني وصلنا بمنبع. فكانت قرأته مية واثناشر. خلوا بالكم. الجهاز ارى كام? ارى مية واثناشر. وكانت القيمة المقاصة للجهد مية وعشرة فولت. عايز يحسب الخطأ المطلق والخطأ النزم. تعالوا بقى كده نبص على الورقة والقلم ونشوف احنا هنشتغل ازاي? الراجل بيقول لي ايه في المسألة? بيقول لي عندي فولتاميتر وهو شغال كده بيقرى قيمة لقاها مية وعشرة. بس قيمته الحقيقية كد كام? كد مية واثناشر. يبقى القيمة الحقيقية يلا بقى كده مع بعضنا. القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية. مية واثناشر. القيمة اللي الجهاز اراها اللي يابي يسموها القيمة المقاصة كد مية وعشرة. عايز يحسب حاجتين اتنين خطأ مطلق وحاجة تانية اسمعها الخطأ النسبي او الخطأ المية. لسه يالين من شوية كده واحد يفكرني كده بنوتة شطرة اوات شطر كده يفكرني كده. لسه يالين ايه? مش احنا لسه يالين من شوية. ان الخطأ المطلق بيساوي القيمة الحقيقية. ناقص القيمة المقاصة. لسه يالين الكلام ده من شوية? طيب. القيمة الحقيقية الراجل ميدالب كام? برافو عليك بمية واثناشر. والقيمة المقاصة بكام? بمية وعشرة. يعني المفروض الجهاز يقرى واتناشر. بس لما جت شغلت الجهاز فعلا ارى كام? مية وعشرة. يبقى الخطأ المطلق اللي طلع بكام? برافو عليك باتنين. طيب. الخطأ التاني بيسموه الخطأ النسبي. في مية. او بيسموه الخطأ المية او بيساوي ايه? برافو عليك. الخطأ المطلق اللي طلع بكام? باتناشر. على القيمة الحقيقية اللي الجهاز عملها ليه كام? مية واثناشر؟ مضروبة في كام؟ في مية. عشان اطلع النسبة المئاوية للجهاز لازم اشتغل على كده. هقول الخطأ المطلق اللي طلع? على الكمية المقاسقة او الكمية الحقيقة اللي هى مية واثناشر اللي هو مدالف المعطيات مضروبا في مية. لو اسامت اتنين على مية واثناشر في مية تقريبا هيطلع واحد وتسعة من عشرة في المية. يبقى الخطأ هنا عبارة عن كام? اقول له الخطأ هيطلع يدوبك واحد وكام وتسعة من عشرة في المية. يبقى انا هفهم المسألة دي او المسال ده وحاجة. إن أنا عندي قيمة حقيقة في الجهاز المفروض الجهاز يبقى شغال عليها وتمام حاجة تانية قيمة اللي أنا استها فعلا بإيدي لقيتها قلت أو زادت قلت زي ما قلنا فيه نتيجة أخطاء كتير جدا كانت عندنا أخطاء نتيجة إن أنا ما قاريتش كويس الجهاز نفسه فيه خطأ الصيف غير الشتاء إن أنا قاريت بطريقة مش كويسة أو مش طريقة مش مزبوطة عيني قارت الستة على إنها سبعة فنسبة الأخطاء دي عشان أتفداها في الشركة أو المصنع أو المحطة بتاعة التوليد بفترض إن الجهاز دو فيه نسبة خطأ فنسبة الخطأ بعينها عن طريق خطأ مطلق وخطأ نسبي وعرفت إزاي حسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي نشوف سؤال تاني بيقول لي بقى إنت بتقول لي يا مصر إن إحنا عندنا مجموعة أخطاء طب كيف يمكن تجنب الأخطاء أو إيه الطرق اللي هتخليني أتجنب الأخطاء أول حاجة استيعاب القياس اتنين إسلوب القراءة ثلاثة الثقة بالنفس قال له هو فيه ثقة بالنفس وهنا وإحنا بنعمل تمرير رياضة يا بش مهندس ولا إيه لا الموضوع كل آتي إنت عشان تتجنب الخطأ أول حاجة تعملها زي ما الرجل قال لنا هنا استيعاب القياس المقصود هنا باستيعاب القياس إن أنت تبقى ملم بالقيمة المقاصة اللي أنت هتشغل عليه يعني ما ينفعش تقس طيار وجيب لي فولتاميتر ما ينفعش أقول لك خش إس لقدرة وجيب لي أميتر ما ينفع يبقى تاخد الجهاز المناسب للمكان المناسب تمام كده الرجل المناسب للمكان المناسب زي الفول طي »,سلوب القراء أيه اسلوب القراءة ده؟ قلنا واحنا شغلين على الأجهزة في أجهزة لها تدريج منتظم وفي أجهزة تانية لها تدريج مش منتظم وأنا براعي بقى الحتة دي وأنا باخد قراءة أراعي حتة دي والله التدريج منتظم يبقى القراءة اللي تطلع بحسافرها هدخلها بمعنى ايه؟ ارى 2 يبقى هي 2 لكن لو التدريج غير منتظم بيبقى كتيب لي كده على الكاتالوج بتاع الجهاز انه والله لو كان عندك التدريج الغير منتظم الشرطة فيه وقفة بكذا يعني هيو مصتر الكلام ده يعني هنا مثلا انا عندي اميت التدريج منتظم كل شرطة مثلا بتقرأ امبير يبقى لو ارى 10 شرطات او مش على رقم 10 يبقى 10 امبير اما التدريج الغير منتظم بتلاقي فيه شرطة في الاول وشرطة في النص وشرطة في الاية. يعني مش مدرك كده زي المسترة اللي معانا كده اللي هي عشرين سنطة وتلاتين سنطة. لا بتلاقي كده مش شرطة كده حاجات غريبة كده تلاقي ايه. يعني مسلا بدء مسلا بايه بشرطة واسيف فراغ كده تلاتة اربعة سنطة وعمل شرطة كمان. ومقطع حدة كده تانية. وده شفناها مع بعضنا في الورشة. طب السؤال هنا. التدريج اللي هو المنتظم ده بيسموه بقى هنا اسلوب القراءة. ان انا خبالي جدا وانا شغال. بمعنى ايه? لو انا وعند التدريج منتظم يبقى الشغل على التدريج المنتظم. القراءة اللي هتطلع هي القراءة الحقيقي. اما التدريج الغير منتظم باخد القيمة اضرابها في القيمة اللي انا عايزة. يبقى انا هنا عرفت اسلوب ايه بيسموه اسلوب القراءة. اخر حاجة بقى السقة بالنفس. يعني السقة بالنفس. وانا واقف كده على الجهاز اكون مالي مركزي. وسط بالنفسي. اولا الجهاز مفوش اي مشكلة. الجهاز متأمن كهربية ما تخافش منه. معزول وانت واقف بدرجة امان كويسة. ووسط بنفس. ان انا هايز طيار فمعايا فيدي الايه? الاميتر. والطيار اللي ماشي في الدايرة طيار مستمر. يبقى الاميتر بيقيس طيار مستمر. وهكزا. يبقى انا براعي في حتة دي. اشتغلنا النهاردة مع بعضنا مراجعة اولى اولى جلسات المراجعة اولى حساس المراجعة اولى حلقات المراجعة النهاردة. اتكلمنا فيها عن انواع الاخطاء. اتكلمنا فيها عن طرق تفادي الاخطاء. اتكرمنا فيها ازاي نحسب الاخطاء في الاجهزة القياس. اتكلمنا عن انواع الاجهزة القياس النهاردة. اتكلمنا اول ما اشتغلنا عن الوحدات والكميات الكهربية. وازاي اقيس الكهرباء او اقيس واجهة اساسية. او لو جهاز عندي موجود عليه مجموعة الرموز ومجموعة البيانات. ازاي ارى الجهاز بثقة وبتمام. وعرف الفرق بين الاميتر والطهير المستمر والطهير المتغير. كنت سعيد جدا معكم النهاردة. ان شاء الله. القاكم على خير بازن الله ببيتنا مدرسة. وان شاء الله بازن الله اللي عايشنا وكلنا عمر. عايزكم بقى النهاردة تدوينوا ملاحظاتكم. وترسلونا كده على الجروب بتاع القناة. وانا سعيد جدا كنت معكم النهاردة. القاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.